عندما نستمر على جدول تدريبي لفترة طويلة تبدأ العضلة عن النمو بشكل بطيء جدا أيضا تحتاج العضلة إلى إضافات تقنيات مختلفة لكسر روتين العضلة خلاصة القول صممنا لكم جدول تدريبي كامل للجسم يتوافق مع كل هذه الشروط سوف تجدوه رابط في صندوق الوصف حلقتنا اليوم تتمحور عن أجنحة الضهر مستعدون؟ سنبدأ على بركة الله في هذا الجدول التدريبي سوف نبدأ مباشرة بالتمارين الحرة خد دنبل تستطيع عمل به تكرارات ما بين 10 إلى 12 تكرار طبعا عند البدء بهذا الجدول التدريبي عليك الإحماء أولا لتفادي الإصابات ابدأ الآن وكرر هذا التمرين ثلاثة مرات فترة الراحة سوف ترتفع إلى دقيقة واحدة إذا كنت في فترة التدخيم تمرين الثاني في هذا التمرين سوف تلعبه بتقنية سوبر سيد كيف ذلك؟ اختر وزن مثالي الذي يسمح لك بلعب 12 تكرار بعد العد إلى 12 لن تستريح مباشرة سوف تنتقل إلى تمرين البارفيكس حاول لعبه حتى الفشل العضلي كرر ذلك مرتين فقط تمرين الثالث تمرين مفيد جدا لتعريض الظهر أيضا يستهدف الكتف بشكل تانوي وهو مفيد لمن يعاني من أكتاف مقوسة احرص على ضغط عضلات عند وصول البار إلى خسرك إلعب ثلاثة مجموعات والعب تكرارات ما بين 8 إلى 12 بالمناسبة أنا في فترة التدخيم أقوم بمشاركة كل وجباتي على حسابه على الانستغرام سوف تجدوه في صندوق الوصف تمرين الرابع هذا التمرين سوف يمكنك من الضغط على الظهر بشكل أساسي حيث لا توجد عضلة مساعدة رغم سهولة هذا التمرين إلا أن النتائج مدهلة في التعريض وهناك تمرين آخر يشبهه يلعب بالدنبل في الزاوية اليمنى يمكنك لعب ثلاثة مجموعات والعب تكرارات ما بين 8 إلى 12 يمتاز هذا التمرين باستهداف زوايا الظهر الداخلية أيضا يستهدف عضلة الكتف الخلفية بشكل تانوي وطرابس للاعب هذا التمرين من الأفضل أن تكون تمرنت أكثر من شهر إلعب ثلاثة جوالات ولعب عشر تكرارات إلى 12 تمرين السادس هذا التمرين يستهدف عضلة الصدر وعضلة الظهر معا يمتاز بتوسيع وتمديد عضلة الظهر إلعب ثلاثة جوالات ولعب تكرارات ما بين 8 إلى 12 وفي الأخير يمكن الاستمرار على هذا الجدول التدريبي مدة شهر وتذكر كل ما هو مفيد سوف تجده هنا عبر الاشتراك في القناة